الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع ليلة عمر إليك ليلة شكرا ندينا شكرا أدا وننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير العالمية عن الأزمات الغذائية للعامل جاري الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية تقرير الشبكة العالمية أشار إلى ارتفاع عدد الذين يعانون من نعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 258 مليون في 58 بلدا حول العالم خلال عام 2022 وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب دفعت لارتفاع عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من بينها الصراع وانعدام الأمن فضلا عن الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية إلى جانب تداعية جائحة كورونا والأزمة الروسية والأوكرانية بحث وزير التنمية المحلية شام أمنى مع وفد البنك الدولي تعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية التي أنتجها برنامج تنمية صعيد مصر لتطوير الإدارة المحلية وقال أمنى أن الحكومة تسعى لتعزيز النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر باهتمام ودعم من القيادة السياسية مؤكدا أن البرنامج سهم في تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة وفي السياق أكد وفد البنك الدولي أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعد نقلة نوعية لنظرة مصر لدور القطع الخاص وتعزز ثقة المؤسسات الدولية تجاه رؤية الحكومة في تهيئة مناخ الأعمال كما أشهد وفد البنك الدولي بما أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تقدم على مستوى الإصلاحات المؤسسية وتحسين جودة خدمات البنية الأساسية المقدمة للمواطنين بمحافظة الصعيد أشهد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بعمق العلاقة بين مصر والصين جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية والوفد المرافق له بعمدة مدينة تيانجين خلال الجولة الترويجية التي يقوم بها الوفد لعدة مقاطعة صينية لاستقطاب استثمارات متنوعة وفي سياق ذاته تقدم عمدة مدينة تيانجين لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببعض المقترحات لتعزيز التعاون وبناء منطقة جديدة للمقاطعة تضم استثمارات كبرى في المرحلة المقبلة وانتهت مساء امس الجولة الاولى في العصمة الصينية بكين بعد لقاءات واقتماعة مكثفة على مدار اليومين مع مسؤولي كبرى الشركات الصينية تفقد وزير البترول طريق الملة مشروعات زيادة الطاقة الانتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيط كما تفقد الملة الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ مشروع مجمع انتاج السولار والمنتجات البترولية التابعة لشركة أسيط الوطنية لتصنيع البترول كأكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر في إطار متابعة مشروعات المنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة أسيط تفقد وزير البترول طريق الملة مشروعات زيادة الطاقة الانتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية وذلك خلال زيارته للمحافظة المشروعات التي نعمل فيها هو مشروع الخاص بمجمع إنتاج البنزين وإن شاء الله بنعمل تطوير في شركة أسود وتكرير بيترون ففي هذه المناسبة اتفقنا وارتقي أن نعمل ورش للشركة الوطنية بتاعتنا شركة بيتروجيت اللي بتقوم بالأعمال التنفيذ بالمشاركة مع شركة عالمية إيطالية بحيث أن الجزء المكون المحلي يتم تصنيعه الجولة التفقدية لوزير البترول بدأت بافتتاح وتفقد ورش التصنيع المركزية الجديدة لشركة بيتروجيت التي أقيمت على مساحة 20 ألف متر مربع وأوضح الملة أن إقامة هذا المشروع يهدف لزيادة القدرات التصنيعية لرفع نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة الصيوط البترولية حيث يتميز المشروع بقدرات تصنيع متخصصة للأوعية والخزانات والأبراجة كمكونات رئيسية في المجمع الجديد الجاري إقامته لإنتاج السولار والبنزينة بالمنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة بما يرفع نسب المكون المحلي تأكيد على أن نستكمل المشروعات بتاعتنا الخاصة بمصاف التكرير وزي ما كنا بنقول نحن بنحاول بمجموعة المشروعات التي تتم دلوقتي سواء التوسعات في المشروعات المصافي التكرير القائمة أو مشروعات جديدة بنضيف وحدات انتاجية جديدة حتى يتسنى لنا أن ننطق كل احتياجات السوء المحلي من بنزينة والصولار في مصر إن شاء الله وزير البترول افتتح معسكر إعاشة العاملين بالشركة البتروجيت والمقامة في إطار استراتيجية دعم العنصر البشري الركيزة الأساسية في تنفيذ الخطط والمشروعات وتوفيراً للمتطلبات الأساسية لفرق عمل الشركة بما يتيح تواجدهم في نطاق المشروع وتكسيف العمل إلى ورديات طوال 24 ساعة نحن نحاول نحن نوصل بالمحتوى المحلي بأكثر من 40% زي ما كنت أقول في حدود 45 ويمكن بنهاية استكمال مجموعات من التصنيع في الورش المحلية قد نصل لأربل 50% من التصنيع المحلي خلال الزيارة قام الملة بتفقد الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة السيوت الوطنية لتصنيع البترول كأكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر وذلك للوقوف على تقدم الأعمال على أرض الواقع وسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تدولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه وارتفع رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 81 من 10 من 100% ليغلق عند مستوى 17 ألف وتسعين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 61 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 3084 نقطة وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 89 من المئة في المئة يغلق عند مستوى 4649 نقطة وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأمريكي إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبيك بلس وصعدت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 81 من المئة في المئة لتصل إلى 78 دولار و 26 سنة للبرميل كما زاد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.95 من المئة في المئة ليغلق على 74.33 دولار للبرميل وارتفعت أسعار المزوط عالمياً بنسبة 1.84 من المئة في المئة لتصل إلى دولارين و 39 سنة للتر وزادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.8 من العاشرة في المئة لتسجل 2.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت بيانات من مكتب الأحصاء الوطني البريطاني أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع بنسبة 8.7 من عشر بالمئة في إبريل من 10.1 من عشر بالمئة في مارس وتوقع بنك انجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر إبريل 8.4 من عشر بالمئة وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 6.8 من عشر بالمئة رفع البنك المركزي نيوزيلاندي سعر الفائد الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للشهر الثاني عشر على التوالي في مسعى لكبح جماح التضخم وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي زيادة سعر الفائد الرئيسي إلى 5.5 من عشر بالمئة حيث إن معدل التضخم في البلاد لا يزال مرتفعا على الرغم من تراجعه خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7 من عشر بالمئة بينما المعدل المستهدف يبلغ حوالي 2% ورجحت اللجنة طباط النمو الاقتصادي في نيوزيلاندا خلال عام 2023 بالنظر إلى طباط الاقتصاد العالمي فضلا عن الآثار المستمرة لتشديد السياسة النقدية حاليا انتهت جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى للدينة وأدى الاستكمال ما تبقى من النشر إليكم من جديد شكرا لكي لايلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة